رابلس مرسلنا إبراهيم العبدالي إبراهيم مرحبا بك معنا في هذه الفترة الإخبارية يعني كيف يمكن حل حلة الانسداد الدستوري أمام هذا الانسداد التقاربي نعم رشيد حقيقة المجهد كلما مفرج من زاوية يصبح هناك تعقيد ربما من زاوية أخرى الآن بعد أن رفض مجلس الدولة هذه المبادرة التي تقدم بها المجلس الرئاسي ولم يوضح أسباب هذا الرفض أعلن من جانب آخر رفع تعليقه للحوار مع مجلس النواب الذي توقف على ثلاثة مسارات وهي مسار السلطة التنفيذية والمسار الدستوري وأيضا مسار السلطة التنفيذية والمسار الدستوري ومسار توحيد السلطة التنفيذية بإيجاد حكومة واحدة لإجراء الانتخابات يعني الآن هناك ربما انفراجة بعودة الحوار ما بين مجلسي النواب والدولة لكن في المقابل عودة الحوار ما بين مجلسي النواب والدولة تقابل بالرفض من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عبد الحميد الدبيبة لا يرفض الحوار في مجمله إنما ما يريده عبد الحميد الدبيبة أن يكون الحوار ما بين مجلسي النواب والدولة في مسار واحد وهو المسار الدستوري لإيجاد القاعدة أو للانتهاء من إعداد القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات ومعلنا أن حكومته جائزة لتأمين هذه الانتخابات ومعلنا أيضا أن مفوضية الانتخابات قادرة على إجراء هذه الانتخابات لكن ما يرفضه عبد الحميد الدبيبة من زاوية أخرى هو مسارات الحوار الأخرى ما بين مجلسي النواب والدولة ملف المناصب السيادية وأيضا ملف السلطة التنفيذية وتحديدا ملف السلطة التنفيذية هو أحد أكثر البنود أو أحد أكثر المسارات التي يرفضها عبد الحميد الدبيبة لكونها ستعمل على توحيد السلطة التنفيذية أي ما يعني إيجاد حكومة أخرى بديلة عن حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتح بشاغة وهذا الأمر الذي يرفضه عبد الحميدة بيبة معلنا استمرار أو رافضا استمرار مجلسي النواب والدولة في المشهد وإقصائه أو إقصاء حكومة الوحدة الوطنية من المشهد يعني بشكل عام كلما كان هناك ربما انفراجات من زاوية تكون هناك اعترارات ورفض لهذه الإجراءات وبما أن الآن يعني تعثر الحوار داخل ليبيا والذي دعا إليه المجلس الرئاسي في انتظار الآن ما الذي قد تأتي به الأيام القادمة هناك بعض الأنباء عن ربما حوار آخر يجمع رئيسي مجلسي النواب والدولة سيكون خارج البلاد يتم فيه الاتفاق على إعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات ويعني سنكون في المتابعة رشيد لنرى مسجدات الوضع السياسي هنا في ليبيا أشكرت جزيل الشكر إبراهيم العبد لمراسلنا